السلام عليكم ورحمة الله بمحضرتنا اليوم هتكون ضمن مدد الموبايل روبوت اللي احنا قلنا بها عن الروبوت من نوع اومني تمام? زين. عدنا اي هذا الروبوت اللي هو الامني احنا اخذ ابو الثث عجلات تمام? اه هيكون بينه محور اكس وممكن يتحرك على محور اكس وممكن يتحرك على محور باي خلافة اللي كان فقط يتحرك باتجاه الاكس وممكن يتحرك باتجاه اكس واي بنفس الوقت بالاضافة الى انه اللي هو ثيتا. اذا هو اكس دوت واي دوت وثيتا دوت. بالدفرنشل كان صفر الواي. بهذا الروبوت ممكن يتحرك على اي من المحاول التالية اكس او واي او ثيتا. ناخذ الماتريكس مثلا عندي ماتريكس هناك ايضا هون عندي ماتريكس ثابتة لهذا النوع من الروبوت اللي هو فاي ون فاي تو فاي ثري. طيب شوك عندي فقط فاي ون فاي تو لان كان عندي عجلتين. هون عندي ثري ويلز تمام? فسرعة اولى سرعة العجلة الاولى سرعة العجلة الثانية سرعة العجلة الثالثة. تكتب كل مضربين في واحد على الار. الار اللي هو نصف قطر العجلة. تجي تنزل القانون. جذرة ثلاثة على اثنين اكس او دوت. صفر. سالب جذرة ثلاثة على اثنين اكس او دوت. ناقص نصف. واي او دوت. زائد واي او دوت. ناقص نصف واي او دوت. طبعا هاي طريقة للحفظ. الماتريكس ممكن تتحفظها او تكتبها باي طريقة انت تعجبك. ناقص ال ثي تا ار دوت. ناقص ال ثي تا ار دوت. ناقص ال ثي تا ار دوت. هذه الماتريكس الخاصة بيمامتي. يعني عندك الفاي وان هو عبارة عن شنو. واحد على ار. جذرة ثلاثة على اثنين اكس ار دوت. ناقص نصو اي او دوت. ناقص ال ثي تا ار دوت. الاخيرة واحد على ار في. سالب جدر 3.2xR. ناقص نصف YR. ناقص LZR. هم أنه أنت سأخذ بنظر الاعتبار أنه الروبوت ممكن تحرك باتجاه XY حسب منطق السؤال ما لديك سأتحل السؤال وتمشي وتطبق إلى هذه القوانين عدنا مثل السؤال الموجود بالمحاضرة أنه أكو كاميرا مثبتة على محور X كاميرا مثبتة على محور X حرك الرابط من النقطة A وصولا للنقطة G شرط أنه الكاميرا دائما تكون باتجاه الحركة فصاحر حال أنت ثبتت على X لو ثبتناها على Y كالنفس الشيء أدور Y أخليها دائما تصير باتجاه الحركة السؤال كأنه أنت معتبرونه بين X و Y مع منها مجسمة للأمني فأشعر أقول أقول لك أكو ثامي أكو كاميرا مثبتة بهذا المكان خليها دائما تكون باتجاه الحركة فإذا كان وين باتجاه الـ X فدورة 90 مشيها ثافي متر دورة 90 صعدة 2 متر دورة 45 مشيها 2 متر صاحة لحالة تمام لهذا السؤال فقط اللي حيختلف عندي هي المعادلة أو المصوف مالتي ومبدل ما كنا نطلع في 1 و في 2 سيطلع عندي في 1 و في 2 و في 3 أعتقد بسؤال الكوز ما كان مطلوب كانت الكاميرا مثبتة على محور Y فكل شي سهل مبدل ما تستخدم إي هذي القوانين تمام عفوا أو بدل ما هون يستخدم إي هتحرك بمحور X فدائما ما هيكون عندك Y دائما الـ Y هتصفر لو ثبتت على محور Y فالـ X هتصفر تمام زين لو ثبتت على محور Y أبسط شي كان لازم تدور بمقدار أشقد بمقدار موجب 80 عفوا موجب 180 وبعدين تمشي بينما على محور X ستدوره بمقدار موجب 90 فقط نحل أول مسارين البقية هتكون عليكم لأن النواتج النهائي موجودي عند النقطة A و هتقول Rotate By بما نهى مع قارب الساعة ساعة 90 فأنت عندك XR dot YR dot Theta R dot هون الـ YR dot ما قبل صفره وإنما ما مثل الـ Differential ممكن أنه يكون لها قيمة حسب السؤال مالتك لكن حسب هذا السؤال عقلك أنه دائما تتخلي X هي باتجاه الحركة وليس الـ Y فلهذا السؤال الـ Y صفر هل هناك حركة على X أنت مجرد أنه جبت الروبوت مالتك دورته إذن فقط عندي Theta Theta بقت نفسه Theta R dot تشاوي لي Theta على T هذا السؤال فقط مطلوب تجد Phi فما مطالب بينه تجد أقل زمن ولذلك T أنا أقدر أفرضه عد كل خطوة عد أول خطوة تكتب T تساوي لي واحد سكت إذن الفايش قد سالب تسعين في باي على مية ثمانين تطلع عندي سالب واحد بوينت خمسة سبعين راديان على سكت طلعت ثيتا R dot تطبق له يوجد قيم phi 1 phi 2 phi 3 زي أجعل قيمة الفاي 1 في 1 اشنقى نمالتك واحد على R ودو النوار جدر 3 على 2 XR dot ناقص نصف YR dot ناقص L theta R dot يعني أنت هذا كله تابع لل phi 1 phi 2 phi 3 كله مضربين في واحد على R هذا ربطون في واحد على R طالت phi 1 phi 2 أيضا نفس الشيء زي ما يخال أو شي تعاله عني لهذه الخطوة اللي هي عند النقطة عندك XR dot لا عندك YR dot لا فقط هطلع عندك منه theta R dot زين اللي أشقد معطني بالسؤال 20 سنتيم يعني 0.2 0.2 في theta R dot 1 0.57 أشقد تطلع عندي 0.314 أقسم على R الأشقد 0.05 فرعت عندي أول زاوية أو عفوا أول سرعة زاوية هي سرعة الويل 6.28 radian per second أشقد تتوقع أنت طلع قيمة phi 2 phi 3 بس نتبه لا عندك XR dot ولا عندك YR dot آخر جزء فقط عندك theta كل theta تشبيهم لل phi 1 وال phi 2 phi 3 كل من نفس شي ناقص L theta ناقص L theta ناقص L theta مضروبة في واحد على R small اللي هي نصف القطر إذن phi 1 phi 2 تساوي phi 2 تساوي لي phi 3 كل 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 ل هذه النقطة عند الدوران كمية 6 28 لأن فقط عندك دوران فقيام السرعات للثلاث عجلات متشاوية نجي ناخذ حالة الحركة زي الحركة من أي بعد ما دورت الروبوت سأجهز له لأنه وقال لك فقط يتحرك عن محول X لأن كاميرا مثبت عن محول X ولازم هي تكون باتجاه الحركة الحركة من أي إلى B فقط سيكون عندك من فقط سيكون عندك قيمة لا قيمة بال Y ولا قيمة بال ثلاث زي أنا زل معادلات P1 P2 P3 قبل ذلك اجهز قيمة XR دوت هتقول XR دوت هي X على T let T تساوي لي افرض T قد X قد عندك الازاحة ثلاثة فافرض T هم ثلاثة ليش هتقول X على T X على T ثلاثة على ثلاثة عمد السهل للحال تطلع عندها قيمة XR دوت واحد زين P1 P2 P3 وين المعادلة ما نمهي 1 على R 1 على R 1 على R 1 أول وحدي جدر 3 على 2 خير نحل لك المعادلة تمام عندك YR دوت لا عندك YR لا عندك ثلاثة عندك ثلاثة عندك XR آ نعم أشغل قيمته واحد عندك XR نعم وقيمته واحد على الحال п SUV ما بها xR أصلا في P2 م بها XR أصلا ها هي من المعادلة غالية أو من فى في الفاي تو اش قد احطل قيمته بشكل مباشر فاي تو قيمته صفر بينما الفاي وان والفاي ثري الفاي وان اش تقول واحد في جذر ثلاثة على اثنين في واحد على ار واحد على او بوينت او خمسة احسبوا انتم بالحاسيب الان امدلت طول الفيديو عليكم تطلع سبعة عشر بوينت اثنين وثلاثين راديان بير سكن لازم تكتبها الاخيرة سالب جذر ثلاثة على اثنين في اكس ار دوت اللي هي واحد في واحد على او بوينت او خمسة احطلع علي سالب سبعة عشر بوينت اثنين وثلاثين راديان بير سكن طلعت عندي قيمة الفاي وان طلعت عندي قيمة الفاي تو طلعت عندي قيمة الفاي ثري بقية الحل ما هيختلف عندك اي شيء ليش لانه هو هتجي اول شيء عند البي واحتمان روتايت بعدين تبشي بمختار اثنين بعدين روتايت بمقدار خمسة واربعين بعدين تمشي بمقدار اثنين على مدة قلنا الفيديو احطول شوية ها قيمة نواة جمالتك طلعنا نحنا في واي وان بالنقطة الثانية اللي هي من اي الى بين نحاكينا الخطة باقي فقط التنفيذ وتطبق على المعدلة في واي وان طلعناها 17.32 الفاي تو صفر الفاي ثري سالب 17 هي هذو اللي طلعناهم من المعدلات هذه النواتج ممكن انه تتحقق من نوت كامير بقية الحل لكامل الكيرف على ما تنتقل من النقطة اي الى النقطة جي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر